الله جل وعلا امتدع المستغفرين في هذا الوقت قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار و عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليلة الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له و ذلك كل ليل و ذلك كل ليل بالنسبة لهذا الوقت يا أخي الفاضل هل المقصود بالاستغفار هي العبادة القولية التي يقولها الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أم المقصود بالاستغفار هي الصلاة التي من جملتها الاستغفار من أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بهذا العبادة القولية على أنه يجلس في هذا الوقت بعدما يوتر و يقول أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه أو أستغفر الله العظيم من أهل العم من قال لا المقصود العبادة لأن أصل العبادة هي استغفار أيضا و هي دعا لذلك أن في الصلاة تستغفر الله عز وجل تستغفر الله و لذلك يا أخي الفاضل إذا ضاق عليك الوقت فصلي الصلاة يعني صلاة قيام الليل مع الوتر تستغفر الله في الصلاة فأنت تستغفر في السحر أنت تستغفر في السحر إذا والله أخذت قدرا عظيما و كبيرا من الصلاة و قراءة القرآن بقي عندك وقت لا حرج و أنك تمكث خمس دقائق عشر دقائق تستغفر الله عز وجل الأمر في هذا واسع